يا خسرت الوقت اللي ضيعته وانا بقشر البطاطس وبحمرها في الزيت اكتشفت ان ما حطها في الكيس الحراري هعمل حتة اكلة رهيبة انا عارفة ان الطريقة جديدة ومختلفة واول مرة تشوفيها بس هي دي طريقة افهم المطاعم اطلبها ليه وانا اقدر عملها في البيت احسن منهم مئة مرة خلطة البطاطس الرهيبة ولا الجبنة السايحة مش هتبطل تعمل البطاطس كومبير بالطريقة دي ما انا كان لازم ادلعهم شوية تابعيني في الفيديو خطوة بخطوة عشان تستفيدي وشجعيني بأجمل لايك يلا نسمي بالله ونصالي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وانا هنا بقى معايا البطاطس طبعا اختاري البطاطسية تكون كبيرة احما هنعمل النهاردة اكلة تركية شهيرة لكنها لذيذة وبسيطة جدا والبطاطس بتتعامل فيها بإشرةها زي منت شايفة اختاري نوع البطاطس يكون بطاطس رملية عشان القشرة تفضل سابتة معاكي لكن البطاطس الطينية هتلاقي القشرة خرجت منك يبقى هاتي بطاطس رملية هاتي حجمها كبير وتحت الحنفية بقى ادعكيها طبعا بالليفة بتاعت الخضار عشان نتخلص من اي رمل او شوية وادي البطاطس اهي بقت نضيفة وزي الفل والقشرة بتاعها ده عايز اقولك هيقرمش وهيتاكل قبل البطاطس نفسها هجيب بقى كده شوية من الزيت فوق الوش هدي كده شوية بصات من الزيت كمان هحط شوية ملح وشوية فلفل وهبتدي ارش الكلام ده على البطاطس وادعكها كويس قوي 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 ركز معي في الخطوات عشان تعملي احلى كمبير في بيتك عارفة سعر علبة الكمبير بكام دلوقتي وطبعا فتح منها في مصر ومشاء الله المطعم غالي جدا جدا مش عايز اقولك سعر الايه البطاطساء الواحدة كام تعالي في البيت كده هقولك تعمليها ازاي بمنطها البساطة وطبعا البطاطس الكمبير لازم تبقى مشوية فاحنا هنحطها في الكيس الحراري وهنشويها في الفرن زي البطاطا بالزبط فايدة الكيس الحراري انه هيصرع التسوية جدا كمان هيمنع البطاطس انها تتشقق يعني هيسهل الشوية جدا احطها بقا في الفرن وهفتح بس فتحات كده عشان الكيس مايتنفخش قوي تعالي بقا نشوف الحشوة اللي هنحش بيها البطاطس انا هنا معايا نصف كيلو لحم مفرومة خلي بالك انا هااكل اسرة كبيرة من سبعة نفار فطبعا الكميات حاجة ترجعلي نصف كيلو هيبقى كافي قوي حطيت على اللحم المفرومة بصلايا مبشورة معلقتين بقصومات كيس من الفيجيتار معلقة ملح معلقة فلفل ومعلقة من توابل اللحمة كفتة بسيطة وسهلة جدا دايما كده اللي امتبعني عارف ان انا بحب حط الفيجيتار على الكفتة بيديها طعم حلو قوي ومطة وتماسك حلو يلا بقا كده في الكبه قدام بنعمل كفتة لازم نسمغ اللحمة كويس قوي قوي عشان تبقى نسيج واحد مع كل المكونات بصي بقى البطاطس بوريكي لسه نشفى هتلاقي كيس نفخ هوريكي واحدة واحدة ازاي البطاطس بتستوي وبالنسبة للكفتة ابتديت تعملها دوير كده براحتك بقى عايزة تعمليها صوابع الشكل اللي انت عايزاه وطبعا الكمبير بيتحشي يعني ميت صنف وصنف فراخ صوسيز لانشوهات سلطات دورة اي خضار كل انواع الصوسات كمان بتتحط عليه فاحنا في البيت بامكانياتنا البسيطة هنعمله النهاردة بالكفتة وقد ايه هيبقى لذيذ قوي زي من شايفة كده سويت الكفتة على عين البتجاز وغطيتها عشان تستوي البطاطس كده بقولك انها استاوت اول ما تضغطي عليها هتلاقيها استاوت كمان الكيس الحراري تقلبيه على الناحيتين يعني ما تسبيش البطاطس على ناحية واحدة كده تمام الكفتة معايا استاوت ولازم تسويها سوى كامل بالنسبة بقى للسامنة اللي انا حطيتها في الكفتة هبتدي اصفيها عشان هعمل بيها بشاميل النهاردة يا جماعة هنعمل شوية بطاطس يعني ما شاء الله حاجة تحفة خلاص كده حطيت السامنة زودت السامنة شوية نزلت بمعلقتين من الدقيق على نص كيلو من الحليب مش هعمل كمية كبيرة من البشاميل يا دوبك نص كيلو بس من الحليب هحط شوية ملح وشوية فلفل وطبعا الكمبير يا جماعة أساسه الجبن ما تزعلوش من كمية الجبنة اللي هحطها هي الجبن أساسي في الكمبير هحط بس كده شوية من الجبنة دي جبنة بونو الناتشرال الطبيعية وانا بقفل على البشاميل هحط شوية منها تعالوا بقى اكلمكم عن نوع الجبنة ونوع السامنة اللي انا بستخدمها ودي جالي أسئلة كتير عليها وانا يا جماعة ربنا عالم بيا دايما كده بنصح بالمنتجات الكويسة انا يا جماعة ناس كتير بتسألني ايه نوع الجبنة اللي بتمط وجالي أسئلة كتير كتير على نوع الجبنة اللي بستخدمها تعالي أقولك على منتجات بونو اللي انا بستخدمها شركة مصرية اللهم بارك لازم نشجع الصناعة المصرية بتبيع منتجاتها في فتح الله وكمان في كرفور سواء بقى للبيع بالتجزئة او بالبيع بالجملة كمان هسيب لكم لينك صفحتهم تحت فيه صندوق الوصف او التعليق مسبت للي عايز يتواصل في المحافظات اللي عايز يطلب من المحافظات هيدلوه على أقرب موزع ليهم في المحافظة بتاعته ما شاء الله شركة مصرية منتجاتها تحفة قوي في الجزلة في الناتشرال في البونو الصوابع في الجبنة المتبلة يعني اللهم بارك تشكيلة روعة من الجبنة السامنة البلدي بقى حكاية هي سعرها 182 جنيه وكيلو صافي مرملة ورحتها تحفة قوي لبن طبيعي 100% في الاكسرة دي تقريبا سعرها 99 الناتشرال الكيلو بـ 112 الجزلة 95 الصوابع كمان 95 بصي انا بعشق صوابع المتزرلة دي حتى صورتلكم كازا أكلة بالصوابع حطيتها بس كده في المايكرويف 30 ثانية شايفين المطة؟ شايفين المطة؟ هي دي نوع الجبنة اللي بتمط اللي دايما تسألوني عليها اللهم بارك منتجات طبيعية 100% كل اللبن اللي فيها طبيعي بسي تقريبا المتزرلة الناتشرال هي الوحيدة اللي سعرها 112 لأن اللبن طبيعي والدهن كمان طبيعي لكن هي كل قلبانهم طبيعية سواء حتى المتزرلة النباتي الدهن بيبقى اللبن فيها طبيعي 100% تعالوا بقى كده نجيب البطاطس في الفرن اللهم بارك يا تقريبا خادت ساعة ونص وكانت بالجمال ده طبعا من الكيس من بره كده أما تلاقي البطاطساية استاوت خلاص بتشليها وزي ما قلتلك تقلب الكيس على الناحيتين عشان تضمني البطاطس استاوت من كل ناحية بصي بقى بفتح البطاطس وبخرج قلب البطاطساية كله هتلاقيه طبعا طري جدا يعني اكحاتي القشرة على قد ما تقدري سيبي القشرة بس طبعا البطاطس من جوة مع دومة الطعم لسه هنعمل لها دلوقتي خلطة طحفة هتخلي البطاطس طعمها جميل قوي طبعا الكمبير احنا بنشوفه على طول كده بيقلب البطاطساية مع الجبنة المتزرلة مع شوية الزبدة جوه قلب البطاطساية لكن احنا في البيت بقى هنعمل شوية اضافات خطيرة البشاميل اللي احنا عملناه من شوية بنص كيلو الحليب حطيته على البطاطس كمان حطيت كده رشة من الجبنة المتزرلة معلقتين من توابل البطاطس الجهزة ودي هتخليني بقى طعم البطاطس متبل وحلوة قوي حطيت ملح وفلفل سود ومعلقة كبيرة كده من السمنة البلدي بتاعة بونو وهقلب بقى البطاطس مع بعض وهعجنها كويس بس انا شغالها بسرعة عشان لازم تشتغلي والبطاطس تكون سخنة عشان تتهرس معاكي طبعا احنا نتجاوش هتا فيعني ايديا متلاساعدش ولا حاجة وانا بفرغ البطاطساية بس اشتغلي بسرعة عشان تعرفي تهرسيها اخر حاجة بقى دفتها هي شوية من الفلفل الوان عشان كده نضيف خضار لطعم البطاطس ويلا بقى نحشقش البطاطس اللي انا ركنيه على جن وبردو لو البطاطس اتقطعت منك عادي انتي بس كده على قد ما تقدري تحافظي على الناحيتين عشان تعرفي تحشيها جبت بقى صوبعي لجبنة الموزاريلا حطيت في كل بطاطساية سبعين ما انا قلتلكوا عايزة دلعهم العيال تعبوا بقى من الوصفات الاقتصادية وكل بطاطساية كده بحط فيها الكفتة برحتك بقى في الحشوة تقدر تحطي في راخ مفرومة تقدر تحطي لانشوهات سوسيز اللي انت عايزيه اللي بتحبوه عملوه كمان تقدر يتعصي لحم مفرومة وتحطيها فوق البطاطس كل حاجة تنفع مش حايز اقولك بقى حشوة البطاطس جميلة ازاي ادي اضافة البشاميل والجبنة الموزاريلا كمان توابل البطاطس ادوها طعم روعة طبعا البطاطس الكمبير بتبقى غرقانة يا جماعة جبنة الموزاريلا اكتر من كده بكتير بتبقى بره فعلا غرقانة هنا بقى هحط فوق الوش كمان شوية من الجبنة الموزاريلا ما احنا بنعمل كمبير يبقى اساسه هو الجبنة الموزاريلا حطي بقى فوق الوش كده شوية من الجبنة الجزلة ما شاء الله مطيتها حلوة قوي عايز اقولك ان الجبنة الموزاريلا دي طبعا انا عندي بناية وبيعشقوها فلازم كده اول مقبض اجيبها كل اول شهر ويا جماعة والله انا لم اتقاضى جنيه واحد بس عشان اقولكو على المنتجات دي طب يعني يا موريان انت كده ما بتعمليش اعلان هقولك والله انا مخدت جنيه وبعدين مفيش اي مشكلة اما اعلن عن منتجات كويسة وفعلا هتفتكو وانتو سألتوني عليها انا مش شايفة كده اي غلط في اي حاجة ويا جماعة اكتبوا لي في التعليقات ارشح لكم منتجات تاني ولا لا بسي بقى الجمال دخلتها الفرن تاني شغلت الفرن من تحت وهدت الشواية عشان الجبنة تسيح والبطاطايا نفسها تسخن كمان حطيتها في الاوالب الفويل دي عشان ناكل احلى كومبير عندي البنات بقى بيحبوا الكاتشاب والمايونيز عايزة تحطي مستردة عايزة تأكلها سادة بألف هانا وشيفة باجمل حشوة اتمنى منك تشجعيني باجمل لايك بتنسيش الاشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك هسيبلك اللينك فيه سندوق الوصف بحبكم في الله كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته